الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الثالث عشر من أكتوبر لدينا تطورات كثيرة باتجاه كيرسك وصولا إلى حفة دانياتسك باتجاه زابوروجي تابعوا الفيديو حتى النهاية ستحدث بالتفصيل وبالأرقام حول ما يحصل في كيرسك من تقدم للوحدات الروسية في هذه المنطقة واصلت الوحدات الروسية عملياتها العسكرية طبعا لمن يشاهد لأول مرة لون الأصفر يرمز إلى سيطرة الكوات الأوكرانية داخل كيرسك الروسية في هذه المنطقة وهنا إضافة إلى هذه المنطقة هنا وهذه هذه حدود كيرسك باللون الأحمر الكوات الروسية واصلت تقدمها وسيطرت على قرية نوفو إيفانوفكا بشكل كامل تقدمت في هذا الجزء الأخير بعمق يصل إلى 500 مد وبعرض 1.8 كم استطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري لون الزهري يرمز إلى سيطرة حديثة للوحدات الروسية في هذه المنطقة أيضا بكرب من زينين الشلاف تقدمت الوحدات الروسية بعمق يصل إلى 3.2 كم وعلى امتداد 6.6 كم استطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري سأريكم مكان هذه البقعة بالضبط ترحضون أهميتها وكبرى على طول الطريق المؤدي إلى سوجة هذه المدينة تعد مركزا هاما لتوزيع القوات الأوكرانية تأتي الإمدادات بشكل رئيسي إلى سوجة عبر هذا الطريق من سومي والصونية سوجة في كورسك في روسيا ولحقا يتم توزيعها الوحدات الروسية تقدمت على طول هذا الطريق وطبعا أمنت مساحة سيطرة إضافية بمحيط زينين الشلاف المعارك الرئيسية تتركز الآن باتجاه ليوني دوفو محاولات من قبل القوات الروسية للسيطرة على هذه القرية وكما أشرنا في وقت السابق التقدم والالتقاء مع القوات الروسية في اتجاه ملايو الأوكرانية وحصار القوات الأوكرانية هنا على صعيد هذا الحصار والقيام بعملية التطويق انسحبت الوحدات الأوكرانية من هذه المنطقة هنا الجنوبي تشبت الخوفكا وإلى الغربي من كالينوف التقدم الروسي في هذه المنطقة كان بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات وبعرض تقريبي نحو 4.7 كيلومتر استطاعت الوحدات الروسية السيطرة على هذه المنطقة مجموعة التقدم الروسي في هذه المسيحات الثلاثة الأولى والثانية والثالثة تقريبا هو 24 كيلومتر مربع 23.9 كيلومتر مربع تحديدا إضافة لكل ذلك تستمر العامية العسكرية للوحدات الروسية في المنطقة هنا ككل ولكن كم استعادت القوات الروسية حتى اللحظة منذ بدء هجومها المضاد بعد أن سيطرت القوات الأوكرانية على كامل هذه المساحات في كيرسك استطاعت الوحدات الروسية مع هذا التقدم اليوم استعادة 532 كيلومتر مربع تبقت 605 كيلومتر مربع تحت سيطرة القوات الأوكرانية في منطقة كيرسك و45 كيلومتر مربع منطقة رمادية أي مناطق تخضع لاشتباك بين الطرفين لا تخضع لسيطرة أحد إضافة إلى ذلك استعاد الروس بالضبط 45% من إجمالي ما سيطر عليه الأوكران في كيرسك وتبقى أمامهم 55% وبالتالي هناك 45 قرية ما تزال تحت سيطرة الوحدات الأوكرانية في منطقة كيرسك و6 كرة رمادية لذلك هذه الأرقام في اتجاه كيرسك والعملية مستمرة ضغط روسي متواصل في هذه الجهة أيضا كما أشرت لكم صباحا وحتى ساعات المساء الضغط مستمر ولكن التقدم كان في هذا الاتجاه كما تلاحظون فيما المعارك مستمرة باتجاه نوفي بوت في هذه المنطقة تحاول القوات الروسية قدر الإمكان التقدم والسيطرة أمر إضافي آخر أحباي حين يتقدم الأوكران أذكر ذلك حين يتقدم الروس أذكر ذلك لست مخش سينمائي أنا علي فقط قول الحقيقة وهذا أمر مبدأ بالنسبة لي وهذا أمر أسهل بالنسبة لي من أن أقوم بتأليف القصص والإثارة والتشويق وغيرها من الأمور أو إخفاء الحقيقة وبالتالي هذا هو الواقع في منطقة كيرسك طبعا فيما يتعلق باتجاهات أخرى سنذهب مباشرة باتجاه محوري جنوب دانياتسك باتجاه زابوروجي الوحدات الروسية تنفذ هنا عملية كبيرة في هذه المنطقة على ما يبدو هذه المنطقة الملاصقة على الحدود بين منطقاتي دانياتسك وزابوروجي هنا الوحدات الروسية تتقدم باتجاه نوفو داريفكا وتنطلق من ليفادني أيضا باتجاه نوفو داريفكا بمعنى آخر تتقدم من هذه المنطقة وبهذا الاتجاه وقد استطعت إحراس تقدم وسيطرة على هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون هذا التقدم الروسي هنا هو بعمق أو بعمق 1.3 كيلومتر وامتداد أربعة كيلومترات تقريبا سيطرة الوحدات الروسية قوات الفوش 386 الذي يطبق عفوركا 127 هي إحدى الأطراف التي تهاجم إضافة إلى الفوش 394 أيضا مشارك في هذه المنطقة عملية كبيرة للوحدات الروسية تحاول استعادة من خسرته في صيف عام 2023 خلال هجوم الأوكراني المضاد وطبعا كما أشارنا في الصباح عملية متزامنة مع الهجوم الروسي من هذه الجهة في محاولة للسيطرة على المنطقة هكذا على ما يبدو ولكن في اتجاه أقدار الوحدات الروسية أيضا حققت تقدما كان لك التقدم أيضا في شمال فوديان بين فوديان وكاترينيفكا في هذه المنطقة الوحدات الروسية تقدمت بامتداد 4.2 كيلومات واجعة بهذا الطول ولكن في هذه المنطقة التقدم كان بعمق 600 مات وفي هذه المنطقة كان التقدم بعمق يصل إلى 1.1 كيلومات وبالتالي الوحدات الروسية تواصل التقدم باتجاه بويافلينكا وكما أشارنا في وقت سابق تحاول السيطرة على المنطقة هناك كل إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات في اتجاه كاترينيفكا وانتونيفكا دون أي تغييرات في خريطة السيطرة إضافة لكل ذلك أحبائي لدينا تطور هام في اتجاه سيليدوفي في هذه المنطقة استطاعت الوحدات الأوكرانية السيطرة على هذه المنطقة باللون الأزرق كيف ذلك وكيف نتأكد من ذلك كان هناك ضربات للوحدات الروسية على أنظمة دفاع جوي موجودة في المنطقة هنا في هذا المنجم وبالتالي هذه المنطقة تخضع لسيطرة الوحدات الأوكرانية والأمر الأهم من ذلك والأخطر من ذلك أن القوات الأوكرانية وضعت نظام دفاع جوي مباشرة على خطوط التماس ولكن بما أنه منجم كانت تحاول إغفائه بشكل كبير وطبعا تعلمون أن المنجم لدي أنفاق وغيرها وبالتالي كانت محميا بنظرها لأن القوات الروسية استهدفته التقدم الأوكراني في هذه المنطقة هو بعمق يصل إلى 900 مات وبعرض تقريب نحو كيلومتر واحد إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات ولكن بات الأمر ليس سهلا على القوات الروسية أن تخوض القطال في هذا الاتجاه طبعا معركة ليست بالسهلة إطلاقا إضافة إلى ذلك تتواصل الاشتباكات في اتجاه لسيفكا وسوخيار وأيضا باتجاه ميرنوغراد أما على صعيد الاشتباكات في اتجاه توراتس تستمر الوحدات الروسية في عمليات العسكرية ما زال هناك حديث عن انسحاب القوات الأوكرانية ونحط اللحظة لم تتراجع القوات الأوكرانية ولم تتقدم القوات الروسية إلى مواقع هذه القوات التي ادعى البعض أنها تراجعت الاشتباكات قائمة المعركة ليست سهلة ولكن لننتظر فكما كنتم تعلمون وكما شاهدتم منذ أربعة أيام هذه المنطقة فجأة وقعت بيد القوات الروسية وبالتالي تراجعت القوات الأوكرانية دفعة واحدة منطقة كبيرة إضافة إلى ذلك فيما يتعلق باتجاه المنطقة هنا هناك بعض المعلومات حول تقدم الوحدات الروسية في هذا الاتجاه ولكن لا تأكدات إضافية ننتظر أياما أكثر ننتظر معلومات إضافية وراحكم أخبركم بما سيحصل أحبائي كان هناك ضربات للوحدات الروسية في هذه النقطة حيث جارة تدمير مغزن لمدافع قيصر تم تخزينها في هذا الاتجاه تحديدا بالقرب من كراماتورس طبعا إضافة تم تدبيرها بقناة بالفاب وبهذا ننهي فيديو اليوم أتمنى من حضرتكم دعم القناة التفاصيل موجودة بالرصف الخاص بالفيديو دعمكم هام جدا كي تستمر هذه القناة أو يمكنكم سؤالي في التعليقات شاركوا الفيديو رو سمحتم قدر الإمكان لينضم أصدقائكم إلينا كي يتعرفوا إلى الحقيقة إضافة إلى ذلك أريد أن أشكركم على كامل وقتكم الثمين لمشاهدة الفيديو وإلى اللقاء موسيقى